خروج عدد من أهالي مدينة الحولة بريف حمص وعدد من الراغبين بتسوية أوضاعهم من معبر السمع لله تحضيرات جنف مستمرة وأستانة تحدد يومي الخامس والسادس عشر من الجاري موعدا لاجتماع جديد وفي الواحدة جوتيرز يؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها الواحدة بتوقيت دمشق لنبكم إلى نشرة الأخبار نفذت واحدة من الجيش والقوات المسلحة عملية نوعية ضد تجمعين لمجموعة من تنظيم داعش غرب مطار دير الزور أسفرت عن القضاء على معظم أفراد المجموعة وتدمير رشاش ثقيل في محيط لواء التأمين الإلكتروني غرب المطار هذا وتخوض وحدة الجيش العربي السوري اشتباكات مع رهابي داعش في دير الزور وتتصدى لمحاولات تسللهم موفد الإخبارية ربيع ديبي والتفاصيل امتصاص الصدمة ومن ثم الهجوم تحويل الخرق إلى نقطة قتل أو ما يعرف بالجيب الناري تكتيكات عسكرية يستخدمها الجيش العربي السوري في دير الزور الصامدة الاعتماد على مجموعات نخبوية خفيفة الحركة قليلة العدد في عمليات الاقتحام كان له دورا بارزا في إحداث إرباك في صفوف إرهابي داعش بالتزام مع ضربات نوعية التي يحققها سلاح الجو أيضا في هذه المنطقة هناك وحدات نخبوية نوعية للجيش العربي السوري تقوم بالتسلل إضافة إلى ذلك هناك ضربات مركزة من قبل وحدات المدفعية وأيضا المقنبلات التي تقوم بضرب الدشم التي تحصن فيها تنظيم داعش يلا يا معروف يلا يا معروف تريد المقابر مش نير تنظرها يلا يا معروف يلا ياanner يا معروف يلا يا معروف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مدينة دير الزور ربيع ديبي نزيه منصور الإخبارية السورية خرج عدد من أهالي مدينة الحل بريف حمص الشمالي الغربي اشتركوا في القناة من هذه المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشمل الأرز والدقيق والسكر ومعلبات ولحوم لسكان مدينة تلكلخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وقد وجهت الخارجية الكزاخية دعواتا لوفد الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة اشتركوا في القناة جينيف وكما في كل مؤتمر حول الأزمة في سوريا تبرز اشكالية كبرى حول تمثيل المعارضات قضية كان المبعوث الاممي الى سوريا ستفان ديمستورا طرحها مجددا كمشكلة معلنا انه قد يشكل وفد المعارضة بنفسه ان فشلت المعارضات في ذلك اما الدفعة الدبلوماسية حول المحادثات المرتقبة في العشرين من الجاري فهي ما ظهرت من موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعلن ان الوضع الراهن اكثر ملاءمة بكثير لاتخاذ خطوات عملية لحل الازمة وان كان الوزير الروسي خفف من حجم التوقعات باعلانه ان الحديث عن اختراق قريب على صعيد تسوية الازمة في سوريا سابق لاوانه لافروف اشار ان الخطوات العملية لحل الازمة كانت ممكنة وقريبة منذ ايلول الماضي الا ان الامريكيين عجزوا عن الالتزام بالاتفاق الذي سبق ان توصلوا الى وزارة الخارجية الكزاخية بدورها اكدت انه تمت دعوة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة اضافة للمبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستافنديمستورا الى اجتماع في اسطنة يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري بشأن تسوية الازمة في سوريا قائلة انه ستتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ نظام وقف الاعمال القتالية في سوريا واجراءات استقرار الوضع في مناطق معينة وتبني قواعد مجموعة العمل المشتركة والاتفاق على المزيد من الاجراءات لتعزيز نظام وقف الاعمال القتالية اضافة الى بحث خطوات عملية اخرى في ضوء المحادثات السورية المقبلة في جينيف الموعد المفترض لجينيف كان مقررا في الثامن من الجاري الا انه تأجل حتى العشرين منه واللافت ان عددا من التطورات فرضت ذلك خاصة الاجتماع الذي عقد برعاية روسية تركية ايرانية في استنى وما نجم عنه من اتفاق على تثبت وقف العمليات القتالية اضافة الى التطورات الميدانية التي سجل فيها الجيش العربي السوري تقدما في عدد من الجبهات التي كان يراد لها ان تشكل معارك حاسمة على الارض تفرض شروطها في السياسة وهو ما لم يحدث اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس ضرورة مكافحة الارهاب في سوريا والتوصل الى حل سياسي للازمة فيها واعرب جوتيريس حسب بيان صادر عن مكتبه عن امتنانه لجهود التي بذلت لانجاح اجتماعي استنى حول الازمة في سوريا والذي يصب في دعم الحوار السوري السوري المقرر في جنيف فالعشرين من هذا الشهر مشددا على ضرورة مكافحة الارهاب والمتطرفين في سوريا في الواحدة بعد قليل وقفة تضامنية لاهلنا في الجولان السوري المحتل مع اهل قرية اقرثة الذين يواجهون ممارسات الاحتلال الصهيوني على جلباتها خفق الفؤاد وطاف الوجد يصحبه المداد ديار لا يهون بها رجال وقد نظروا الحياة لما ارادوا هنا التاريخ يكتبه اوباد بنادقهم يجافيها السهاد حماة الارض دمتم في سمانا ودام العز توقضه المهاد اعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية ارهابية في الساحل الشرقي للبلاد كانت تعمل على تجنيد تونسيين لانضمام الى صفوف التنظيمات الارهابية في سوريا وزارة الداخلية التونسية قالت ان الحرس الوطني التونسي القى القبضة على الخلية المكونة من ستة اشخاص خلال عملية في ولاية المنسترير واضافت الوزارة ان المعتقلين اعترفوا اثناء استجوابهم بانهم على اتصال بتنظيم داعش الارهابي في ليبيا وانهم شاركوا في تجنيد التونسيين للتوجه الى سوريا والانضمام الى مجموعات ارهابية وصف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني تعاون بين ايران وروسيا في مكافحة الارهاب بانه استراتيجي وله ابعاد شاملة ومهمة للغاية شمخاني بينا ان استمرار تحليق طائرات الحربية الروسية في الاجواء الايرانية لضرب المجموعات الارهابية في سوريا بعد اسرار الترخيص اللازمة او اصدار الترخيص اللازمة بهذا الصدد قائلا ان مرور الطائرات الروسية عبر الاجواء الايرانية يتوقف على اتخاذ قرارات مشتركة ترتبط بالحاجات الميدانية لمكافحة الارهاب اقام اهلنا في جولان سوريا المحتل وقفة تضامنية مع اهل قرية قريسة الفلسطينية الذين يرفضون الخروج منها رغم تنكيل العدو الاسرائيلي بهم عماد مرهي والتفاصيل حكاية جديدة ترويح حجارة اقرث لتشهد على سياسة ارهابية انتهجتها عصابات صهيونية لتحتل ارضا عربية فلسطينية اكثر من ستة عقود وما زالت القضية الفلسطينية جرح ينزف واجعا على ابنائه المهجرين انا موجودين في اقرث وانا عضو في هاي اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا في شيء مشترك انا ما شفت شعب بيحب وطنه ومستعد لضحي مثل الشعب السوري وما شفت ناس مهجرين بيحبه مصرين مثل اقرث يعني في شيء في شيء مشترك انا اتربينا ببيت الابوي ربانا انه انظلمت مسكين باردنا وانظلمت مسكين بقضيتنا وحق العودة ما منرجعش عنه شالي وراجعين على ارضنا رح اظن صامدة بهاي البلاد لانه بعترف انه هاي بلادة وانا اجيت لانه اقول للناس انه هاي القرية مهجر صح بس رح يتظلها انه لابدي لابدين كل ما انا عايش رح يتظل وكل ما حدا عايش رح يتظل هاذه اللي بقوله وصامدون صامدون صامدون اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا وقياداتها الوطنية احيى ذكرة هجير قرية اقرث المطلة على مدينة عكة التاريخية تحت عنوان لا عودة عن حق العودة واسرائيل هي صانعة الارهاب هنا اليوم لنؤكد على حقها لقرث في العودة الى ديارهم هنا على حق اللاجئ فلسطيني في العودة الى دياره نحن جزء من مأساة وقصة كبيرة تواجه منطقتنا وتواجه الشرق الاوسط على الاطلاق ليس فقط قضية فلسطين قضية سوريا وقضية هناك اختبوت صهيوني يحاول ان يعبث بالوطن العربي كما عبث في فلسطين ويعبث اليوم في سوريا في هذه الايام يتكرر مشهد التهجير على يد عصابات ارهابية مجرمة هي ذاتها التي هجرت الفلسطينيين خدمة للكيان الصهيوني باسرار وعزم يتراكم النضال الفلسطيني رغم الواقع المرير الذي يعيشونه ويؤكدون انه سيقرعون اجراس الكنائس ويرفعون صوت الاذان في قرية اقرث وباقي القرى المهجرة في ظل دولة فلسطينية للاخبارية السورية عماد المرعي فلسطين المحتلة في فلسطين المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين وسط مخاوف من توسيع المستوطنات وقدم المزيد من الاراضي العربية خليل ابراهيم ضمن حملة العقابة الجماعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين للحد من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدسة واصلت قوات الاحتلال عمليات الاعتقل مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينتي بيت لحم والخليل بدعم ممارسة انشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين الصهيون كما نفذت حملة دهم واقتحامات لمنازل الفلسطينيين الاعتقلات طالت ايضا فلسطينيين من بلدة تقوغ غرب بيت لحم واخر من بلدة بيت امر شمالي الخليل تزامنت مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عورت جنوبي نابلوس وشن حملة تفتيش لعدة منازل تطورات تاتي في وقت عرب فيه مواطنون ومزارعون من قرى وبلدات غرب سلفيت كفرديك وبروقين وحارس وكف الحارس وصرطة وقراوة باني حسان عن مخاوفهم من التجريف الاستيطاني المتسارع في اراضيهم غرب محافظة سلفيت لصالح مد سكة حديد بين مستوطنة تلبيب ومستوطنة اريا إيل ما يجري في محافظة سلفيت وعملية تغور استيطاني وتحدي سافر للمجتمع الدولي يتزامن مع تأييد الادارة الامريكية الجديدة للاستيطان وهو ما يقتل حلم الدولة الفلسطينية ويحويلها إلى جزر متناترة إلى العراق حيث استشد ثلاثة اشخاص وأصيب ثمانية آخرون في سلسلة تفجيرات ارهابية منفصلة المزيد مع رانا حيدر يحاول تنظيم داعش الارهابي التعويض عن خسائره المتتالية في العراق حيث تشهد المدن العراقية تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة وعبوات وعزمة ناسفة إضافة إلى هجمات انتحارية تستهدف المدنيين وذلك بالتوازي مع استمرار القوات العراقية المشتركة عملياتها للقضاء على التنظيم التكفيري في مناطق شمال وغرب البلاد آخر أعمال التنظيم الارهابي في العراق استهدافه للمدنيين في مدنهم وقراهم حيث استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في تفجيرات ارهابية منفصلة مصدر في الشرطة العراقية بيّن أن التفجير الأول كان جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب بغداد أما الثاني فقد حدث إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قرية توكل شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالا في حين حدث الانفجار الثالث في ناحية تازة جنوب محافظة كاركوك في سياق آخر أحبطت القوات العراقية المشتركة هجوما شنه إرهابي تنظيم داعش على تل عبطا غرب مدينة الموصل وتمكنت من القضاء على عشرة منهم وإحراق ثلاث آليات كانت بحوزتهم في العراق أيضا طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيقا كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في تظاهر بساحة التحرير حيث قتل وجرح عدد من المتظاهرين ما جرى في ساحة التحرير وتسبب بمقتل وجرح عدد من المتظاهرين شكل موضوع اهتمام المسؤولين العراقيين حيث أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيقا كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء تظاهرة ساحة التحرير وطالب العبادي بملاحقة العناصر المسؤولة عن ذلك وصف النائب عن ائتلاف دولات القانون موافق الربيع الأحداث التي جرت في ساحة التحرير ببغداد بالفوضى ورأى أن توقيت التظاهر خاطئ فيما دعا إلى عدم إلقاء اللوم على القوات الأمنية وأعرب الربيع عن الأسف على مقتل الأبرياء مؤكدا أن التظاهر حق دستوري وقانوني لكن وزارة الداخلية أوضحت بعدم تقدم أحد الحصول على إجازة للتظاهر بدوره محافظ بغداد علي التميمي شرح تفاصيل ما حصل حيث قتل أربعة متظاهرين وأصيب أكثر من ثلاثمائة بجروح مؤكدا أن بعض الأشخاص حاولوا تعكير الأجواء السلمية فقام بعض أفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص على المحتجين الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا وجرحة وعلى وقع هذه المظاهرات أكد رئيس العراقي انتهاء الرئاسة من أعداد مسودة قانون جديد للانتخابات مشيرا إلى مناقشتهم مع أبرز الكتل البرلمانية فيما دع السلطات الأمنية إلى التحقيق العاجل بما حدث في بغداد ومحاسبة المقصرين إلى اليمن حيث تتوالى الخسائر في صفوف مرتزقة النظام السعودي وتمكن الجيش واللجان من استهداف غرفة عمليات مرتغزقة العدوان السعودي الأمريكي في المكلكل أفادت مصادر عسكرية يمنية باشتعال النيران في موقع عسكري تابعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف بصلية من صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وفي سياق استمرار استهداف مرتزقة العدوان في مختلف جبهات القتال لقيا عددهم من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في استهداف مدفعية الجيش واللجان لتجمعاتهم في منطقة نوفة صابر بمديرية الغيل وفي وقت لاحق استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في صابرين بذات المحافظة كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من تأمين سوق الكدحة والجبل المطل على السوق في مديرية المعافر مكبدا مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد هو في وقت سابق تمكن الجيش واللجان من استهداف غرفة عمليات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المكلكل وتجمعاتهم في وادي صالة بعدد من قذائف المدفعية محققين إصابات مباشرة وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تحصينات المرتزقة في بير باشا كما استهدفت تجمعا للمرتزقة في منطقة حمير بمديرية مقبنة بالمحافظة نفسها كشفت مراسلات رسمية بين وزيري الخارجي البريطاني بوريس جونسون والتجارة اليام بوكس عن إصرار الحكومة البريطانية على دعم النظام السعودي والاستمرار في تصدير الأسلحة له رغم كل الجرائم التي يرتكبها في اليمن بما فيها مجزرة صنع سر جديد لم يعد كذلك على صفحة الصحف تولت الجاردين البريطانية هذه المرة مهمة الكشف عنه حيث نشرت مراسلات رسمية بين وزيري الخارجي البريطاني بوريس جونسون والتجارة اليام بوكس ظهر فيه إصرار الحكومة البريطانية على دعم النظام السعودي والاستمرار في تصدير الأسلحة له رغم كل التي يرتكبها في اليمن بما فيها مجزرة صنع مجزرة صنع والتي كان ضحيتها 180 شخصا إضافة إلى إصابة 600 آخرين نتيجة قصف طيران العدوان على مجلس عزق وبعد تعليق تصدير الأسلحة منذ شهر واحد تبين أن جونسون مارس ضغوطا كبيرا على فوكس لاستئناف عمليات التصدير للسعودية من جديد هذا ما أظهرته المراسلات التي تم الكشف عنها أيضا في جلسة للمحكمة العليا البريطانية لمناقشة القضية الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى كانت أكدت أن النظام السعودي يستخدم دخائر عنقودية محرمة دوليا منها منظمة أقصفام الدولية التي صرحت بأن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تنتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة فضلا عن تأجيجها للوضع في اليمن إلا أن بريطانيا تجاهلت كل تلك التأكيدات وهي ما تزال تقدم دعما عسكريا ولجسيا للنظام السعودي الذي حصل بدوره على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية يحتفل أمازيغي الجزائر برأس السنة 1967 إضاءة على هذا المشهد الأمازيغي مع مراسل الإخبارية السورية أمين بورحلة يناير مناسبة تستغلها نسوة المنطقة لتحضير أطباق تقريدية خاصة كالدراز وما يسمى بالسكسو طبق تقليدي يحوي الدجاج ومختلف البقوليات وزيت الزيتون الذي لا يغيب عن المائدة الأمازيغية للفاطمة إحدى نساء قرية فيزا بعال محافظة بمرداس شرق الجزائر ما زالت متماسكة بعادة الأجداد الليلة نتعي للناير في النهار نديره المسمن وفي الليل نديره طعام بالجاج نحمسه الجاج بعد نديره الخضرة نحمسوها ونديره الحمص ونديره طعام طقوس مميزة عروض وعنشطة فنية خاصة أبرز ما ميز احتفالاتي الناير أي دراس السنة الأمازيغية الجديدة عيد يحييه أمازيغ الجزائر في أجواء مميزة تعكس تمسكهم بثوابط الوطن هوية الوطنية يجب أن ننظر إليها ببساطة هي هذه الثلاثية هذه الكيمياء هذا المزيج الذي هو العروبة والإسلام والأمازيغية هي مثل هذا العلم يعني فيه ثلاثة ألوان احتفالة يناير حتى وإن لم تصبح بعد مناسبة وطنية رسمية إلى أنها فرصة تجمع أفراد العائلة لتعزز اللحمة الاجتماعية والوطنية أسوكاس أميكاس أو عيد سعيد عبارة تختصر المشهد الأمازيغي في احتفالات رأس السنة الأمازيغية 1967 احتفالات ميزتها دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في انتظار ترسيم هذه الاحتفالات كعياد وطنية في الجزائر من قرية ثيزة بعالي ولاية بومردا الشرخية الجزائر أمين بو رحلات تظاهر عشرات الفرنسيين في مدينة بوبيني احتجاجا على عنف رجال الشرطة الفرنسية ضد المواطنين من أصلا أفريقيا في البلاد وواقعت أعمال شغبا قرب باريس احتجاجا على عنف الشرطة تقرير بشرة البودي في مشهد يهدد بتكرار أعمال العنف التي شهدتها ضواحي العاصمة الباريسية عام 2005 احتجاجا على العنف المفرط لرجال الشرطة تصاعدت حدة التوتر في منطقة أولني سوبوى على خلفية اعتقال شاب أسود وتعذيبه على يد رجال الشرطة أكثر من ألفي متظاهر جاب شوارع بلدة بوبيني دعم للشاب المعتقل وألقوا مقذوفات على الشرطة وأحرقوا عدد من السيارات ما تطور إلى اشتباكات بين الطرفين سخدمت فيه الشرطة القنابلة المسيلة للدموع السلطات وفي محاولة منها لاحتواء التوتر أعلنت فتح تحقيق رسميا في الحادثة مشيرة إلى أن أحد رجال الشرطة الذين شاركوا في عملية الاعتقال يخضع لتحقيق بتهمة الاغتصاب فيما وجهت الاتهام لثلاثة ضباط آخرين بممارسة عنف غير مبرر وزارة الداخلية من جهتها دافعت عن ممارسات عناصرها مؤكدة أن ما حدث للشاب المعتقل لا يعد اغتصابا بل هو مجرد حادث وهو ما سندتها فيه مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة ماريان لوبان مثيرة موجة للانتقادات والاحتجاجات الحادث الذي انتهى بالشاب طريحا في المستشفى يأتي في وقت تستعد فيه عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية للمشاركة في المسيرة من أجل العدالة والكرامة في آذار المقبل كتقليد سنويا من أجل مكافحة الاحتقار والإهانة والعنصرية وعنف الشرطة الذي ازدادت وطيرته في السنوات الأخيرة نبقى في فرنسا وفضائح الشرطة حيث قالت صحيفة اندبندنتل بريطانية أن الشرطة الفرنسية تسرق من اللاجئين أغتيتهم وأكياس نومهم لطردهم من البلاد دون أي مراعاة لدرجة حرارة التقصى التي تصل إلى التجمد حمزة المحمد استخدام العنف والقوة ضد اللاجئين وتنوع أساليب العنف من الضرب بدون تمييز نساء أو أطفال عن الرجال وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وتمزيق الأغطية التي يستخدمها اللاجئون اتقاء للبرد وسرقتها كلها من الأساليب التي لجأت إليها الشرطة الفرنسية هذا ما قالته صحيفة اندبندنت البريطانية مؤكدة أن الشرطة تسرق من اللاجئين أغطيتهم وأكياس نومهم لإجبارهم على الرحيل دون أي مراعاة لدرجة حرارة التقصى التي تصل إلى التجمد وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشرطة عمدت إلى سرقة الأغطية مشيرة إلى أن 37% من اللاجئين المسجلين في مركز كاله تعرضوا لعنف الشرطة رغم خطط الحكومة لاستيعاب أزمتهم في حين اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الشرطة ووصفت هذا الإجراء بأنه يعرض حياة الآلاف للخطر وتتذرع الشرطة بأن اللاجئين لا يمتلكون وثائق إثبات شخصية وكانت الحكومة الفرنسية هدمت مخيم كاله للاجئين الذي كان يضم نحو عشرة آلاف لاجئ المئات من المخيم كي لا يقعوا بين أيدي الشرطة وتوجهوا إلى العاصمة باريس وهذا ما أدى إلى زيادة الوضع تعقيدا وانتشار مخيمات لهم في الحدائق العامة والساحات وقرب محطات القطارات أطلقت كوريا الديمقراطية صاروخا أدت إلى توالي ردود أفعال متعددة منها قول وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن أحد أهداف بيونج يانج من أطلاق الصاروخ هو جسنبض الإدارة الأمريكية الجديدة عندما يكون العدو متعدد الأوجه لا تستطيع إلا أن تجس نبضه في شكله الجديد لتظهر قوتك وتختبر صبره هذا ما فعله بيونج يانج من إطلاق الصاروخ باليستي جس فيه نبض الإدارة الأمريكية الجديدة وزارة الدفاع الكورية الجنوبية علقت على إطلاق الصاروخ بالقول على ما يبدو هذا كان استفزازا مسلحا بهدف اختبار ردة فعل الإدارة الأمريكية الجديدة مشيرة إلى أن الهدف الآخر من العملية هو استعراض القوى ولفت انتباه العالم إلى أن بيونج يانج تطور قدراته النووية والصاروخية الجيش الكوري الجنوبي رصد أطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان قدرت المسافة التي قطعها بنحو 500 كيلومتر واستبعدت كوريا الجنوبية أن يكون الصاروخ الذي تم إطلاقه بعيد المدى في حين أكد خبراء أمريكيون أن مدى الصاروخ كان متوسطا وأن عملية الإطلاق لم تكن موفقة وفي السياق ذاته قالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا إن اليابان تبذل قصار جهدها لجمع المعلومات ومراقبة الوضع فيما يتعلق بتجربة بيونج يانج ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الموجود في واشنطن إطلاق الصاروخ ووصف ذلك بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة القوة من جانب واحد مرفوض لدول اعتنقت العلم والتطور للدفاع عن نفسها وإعادة التوازن للعالم أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الظروف باتت ممهدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي ولسيما السويد خاصة بعد تنفيذ الاتفاق النووي ووصف روحاني مواقف السويد تجاه الملف النووي الإيراني بالمتزنة التنقضات الدولية بما يتعلق بإيران باتت واضحة فبالرغم من تصعيد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع طهران وتوعده لها يلعب الاتحاد الأوروبي دورا مغايرا متجها فيه نحو تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر أن الظروف باتت ممهدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي ولسيما السويد خاصة بعد تنفيذ الاتفاق النووي وصفا مواقف السويد تجاه ملف النووي الإيراني بالمتزنة روحاني وخلال مؤتمر صحفيا مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في طهران أكد على أهمية السويد كونها بلد أوروبي متقدم وعضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أنها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي زيارة لوفين الحالية إلى طهران تؤكد على الإرادة الجادة للبلدين في تطوير العلاقات الثنائية والمشاورات لتقليص حدة التوتر في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار الدولي وفيما يتعلق بالملف السوري شدد الجانبان على ضرورة مكافحة تنظيمات الإرهابية في سوريا بما فيها داعش والنصرى مع التأكيد على أهمية المحادثات بين الأطراف السورية لعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد من جانبه نوها لوفين بمساعي إيران وروسيا فيما يتعلق باتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا داعيا جميع الدول إلى دعم هذا التوجه بالإضافة إلى أهمية محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره في آخر أخبار الواحدة لم يعد يكتفي النظام التركي بإسكات أصوات الصحفيين والسياسيين المعارضين بل وصلت آلة القمع الأردوغانية إلى الجامعات وشرطته تواجه الأكاديميين بالكلاب البوليسية أسامة شحود بعد أن قام النظام التركي بإسكات أصوات الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدنية الذين سيصوتون بلا خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد من خلال الزج بهم داخل السجون أصدر مؤخرا مرسوما يقضي بإلغاء العقوبات التي ستفرض على القنوات المروجة للتصويت بنعم خلال الاستفتاء بصورة منافية لمبدأ المساواة خطوة رأت فيها المعارضة التركية أعلانا للعالم بأسره أن تركيا لن تشهد استفتاء عادلا يتمتع بالشفافية وفي إطار قمع الرأي المعارض شرطة النظام التركي فرقت تظاهر في أنقرة نظمت دعما لثلاثمائة يستاذ جامعي تردوا من وظائفهم ضمن حملة التسريح والطرد الممنهج التي يمارسها النظام التركي لكن بعض نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة تمكنوا من العبور للمشاركة في التظاهر دعما للأساتذة الجامعيين الذين اضطردوا من عملهم بسبب مواقفهم السياسية الرافضة لسياسة حكومة العضالة والتنمية الإخوانية المتظاهرون تجمعوا أمام سياج الجامع قبل تفريقهم من قبل قوات الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطية والكلاب البوليسية في مواجهة أساتذة وأكاديميين بعضهم ذو شهرة عالمية أولي أكبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري استنكر بشدة المعاملة التي لقيها أساتذة الجامعات والتي تتجاوز أعمار بعضهم السبعين عاما في حين اكتفى عبدالله قول الرئيس التركي السابق بوصف ما جرى للأساتذة الجامعيين بأنه حزين على ما شاهده من عنف وصف ما حصل بالخطأ المعيب وتصرف بعيد كل البعض عن العدالة والوجداء إلى العنوين خروج عدد منها لمدينة الحولة بريف حمص وعدد من الراغبين بتسوية أوضاعهم من معبر السمعليلة تحضيرات جنيف مستمرة وأستانة تحدد يومي الخامس والسادس عشر من الجاري موعداً لاجتماع جديد وفي الواحدة جوتيرز يؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا والتوصل إلى حل سياسي للازمة فيها وصلنا إلى ختام هذه النشرة نلقاكم دائماً على رأس الساعة بابنلاً